دخل رئيس، هذا السؤال تم توجيهه إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص مؤسسة كويت للتقدم العلمي والسؤال عما إذا كانت وزارة التجارة تحصر الأموال المرسلة إلى هذه المؤسسة جواب الأخ وزير التجارة جواب واضح ليس من اختصاص وزارة التجارة والصناعة حصر الأموال المرسلة لمؤسسة كويت التقدم العلمي هذا الجواب وإن كان واضحاً إلا أنه غير مقبول ما دامت وزارة التجارة أصدرت قراراً وزارياً برغم 184 لسنة 2022 يجبر كل شركة مساهمة في الكويت بأن تقدم ما يثبت إداعها نسبة 1% من أرباح إلى مؤسسة كويت التقدم العلمي فمن المنطقي ومن المعقول أن يكون لدى وزارة التجارة حصراً لهذه الأموال هي أحد أمرين أما أن وزارة التجارة قادرة على حصر الأموال بكبسة زر لأن كل الميزانيات لهذه المؤسسات موجودة لدى وزارة التجارة ووزارة التجارة لا تريد أن تقدم لمجلس الأمة بياناً بهذه الأموال وهذه كارثة أو الاحتمال الثاني أن وزارة التجارة لا تملك حصراً لهذه الأموال ولا تعلم كم أرسل لمؤسسة كويت التقدم العلمي ولا تراقب ميزانيات ومؤسسات الشركات المساهمة والمصيبة هنا أكبر وأعم الأمر الآخر الأخ الرئيس هناك سؤال آخر وجهه إلى وزير المالية بخصوص الأموال التي يتم إدارتها من قبل هيئة استثمار نيابة نعمة كويت التقدم العلمي ولغاية اليوم رغم وعد وزير المالية بالإجابة على هذا السؤال بأسرع وقت إلا أنه لغاية اليوم لم يتم الإجابة عليه لأخي الرئيس مؤسسة الكويت التقدم العلمي مؤسسة هجينة وضع غير طبيعي في الكويت مؤسسة وجهة لا رغابة عليها لا هي جهة حكومية تراقبها الجهات الرغابية الحكومية ولا هي جهة خاصة تراقبها وزارة التجارة لا يوجد لها إلا مرسوماً باعتبارها شخصية اعتبارية لا أكثر ولا أقل في سنة 76 الحاجة اليوم إلى إعادة وضع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت رقابة الدولة سواء كانت تصنفت جهة حكومية أو جهة خاصة أمر مطلوب في جلساتنا السابقة قدمنا قانون من أهم القوانين أعادة مؤسسة من مؤسسات البلد إلى رقابة الدولة وهو قانون غرفة التجارة والصناعة اليوم الحاجة ماسة إلى إعادة وضع مؤسسة الكويت التقدم العلمي إلى الوضع السليم بوضعها تحت رقابة جهزة الدولة وتحديد تصنيفها أما حكومية أو خاصة هناك أموال من أموال أهل الكويت تستقطع من قبل وزارة التجارة بشكل واضح ومباشر إلى هذه المؤسسة لذلك يجب أن يعلم من تم استقطاع أموالهم أين صرفت هذه الأموال وكيف صرفت وفي ماذا صرفت هذه الأمور لا يجب أن نقبل إجابة من وزير التجارة بهذا الخصوص أنه لا يمكن حصر الأموال ولسنا معنيين بالأموال التي أرسلت إلى مؤسسة كويت التقدم العلمي إذا كنت لاستمعنياً فلماذا تصدر قراراً وزارياً بتقديم ما يلزم وما يثبت إداء المؤسسات المساهمة أو شركات المساهمة 1% من أرباحها إلى مؤسسة كويت التقدم العلمي قانون التجارة لسنة 2016 لم ينص على هذا الاستقطاع واستمر هذا القانون حتى يناير 2022 إلى أن أصدر وزير التجارة الحالي قراراً وزارياً بأن يكون هناك استقطاعاً ثابتاً ولا يمكن اعتماد الجمعية العمومية ولا الميزانية المعتمدة بدون تقديم ما يثبت هذا الأمر تمنى أن نسمع رد من الأخ وزير التجارة على هذا الأمر والسبب الذي يجعلهم لا يستطيعون حصر الأموال المرسلة رغم توفر كل البيانات الموجودة لديهم أنا مدرك للكلام اللي تقوله لكن النقطة الرئيسية اللي موجودة أن كل هذه البيانات تقدم في النهاية لكم في الوزارة لاعتماد ميزانيات هذه المؤسسات المساهمة والشركات المساهمة فالأمر المفروض أنه تقنياً وعملياً أمر سهل بالنسبة لكم لحصر الواحد في المئة المجمع من الشركات المساهمة إلى المؤسسة كويت التقدم العلمي أتمنى أن يكون هناك جواب في المرحلة القادمة على حصر هذه الأموال ومعرفة كم يستقطع سنوياً للمؤسسة كويت التقدم العلمي حتى نعرف حجم الأموال المرسلة لهذه المؤسسة ويمكن محاسبة عليها شكراً أخي الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي الرئيس بدايةً أحب أوجه شكر الجزيل للإخوان في لجنة شؤون النفط والطاقة على هذا التقرير المميز وليس فقط على الاقتراح بقانون الخاص بالشركة الكويتية للصناعات المتقدمة ولكن بالتحديد على التقرير الفني اللي قدموه في الدراسة التي كلفوا فيها هذا التقرير الذي يشخص بشكل واضح أبرز مشاكل وهموم القطاع النفطي وأدعو كل مختصير وكل من هو صاحب الشأن في هذا المجال من المسؤولين أو من غيرهم إلى قراءة هذا التقرير وإلى التبصل فيما هو موجود فيه من ملاحرات وتوصيات والعمل عليها لأن هذا القطاع النفطي هو أهم قطاع موجود عندنا اليوم هذا البلد الذي يعتمد بشكل أساسي على الثروة النفطية الذي يعتمد بشكل أساسي في إراداته على مصدر وحيد للدخل لذلك مرض هذا القطاع أو صحته ينعكس سلباً وإيجاباً على حال البلد بشكل عام الأمر الآخر الأخير الرئيس في ملاحظات الخبر والمختصين في التقرير اللي قدموه كانت أهم ملاحظتين لفتوه انتباهي في هذا التقرير هي قياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل واضحة المعالم على مستوى القطاع النفطي وهذا الأمر تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة الخاصة بالغطاع النفطي سواء كان المجلس سلع البترول مؤسسة البترول ووزارة النفط أو غيرها من الجهات المعنية الأمر الآخر هو عدم استقلال الدولة لاستثمار رأس المال البشري وتكوين قاعدة من الخبراء المختصين من غير المقبول بعد 75 سنة من إنتاج النفط في هذا البلد لا نزال نستورد التكنولوجيا ونستورد الخبرات من الخارج نحن نحتاج إلى العمل على تأسيس قاعدة من الخبرات الفنية والاقتصادية في هذا المجال حتى نكون مصدرين لهذه الخبرات الأمر الذي أيضًا لفت انتباهي في التقرير هو عدم انعقاد المجلس الأعلى البترول لسنوات كثيرة وفي سنوات كان انعقادة لأعداد أقل من المطلوب هذا الأمر الذي أثر سلبًا على تطور قطاع البترولي تطور قطاع النفطي أو على أعمال موسطة بترول من ضمن الأمور التي اتسم فيها القطاع النفطي خلال المرحلة الماضية هي تأخر المشاريع وزيادة تكلفتها يعني في التقرير ذكره مشروعين مهمين وهو مشروع الوقود البيئي وهو مشروع مصفات الزور المشروع الأول تمت الموافقة عليه في ألفين الموضوع الأول المشروع الأول الوقود البيئي تم إقراره في ألفين وستة ولم يتم تشغيله إلا بعد خمسة عشر سنة وزادت تكلفتها أضعاف أضعاف مصفات الزور في ألفين وأربعة ولم يتم تشغيله إلا في ألفين وثلاثة وعشرين وزادت تكلفتها أضعاف مضاعفة الأمر الآخر وللفة الانتباه هي محدودية الإنفاق على البحث والتطوير يعني لما تقارن النسبة التي تنفقها مؤسسة البترول على البحاث والتطوير لا تتعدى 0.02% من الإجمال الانفاق التي تنفقها مؤسسة البترول في مقابل تقريباً 9 مليون دينار في مقابل مليار دولار تنفق شركة مثل شركة أرامكو السعودية عدد المراكز البحثية الصفر مقارنة بدول خليج نأتي اليوم للقانون الآن نأتي للقانون اللي قدمه الأخوان واللي راح نصوت عليه اليوم لفت انتباهي شيء تكرر في أكثر من قانونه ورأي الجهات الحكومية الذي لا يرد لللجان وهذا الأمر مرفوض الأخ الرئيس المادة 25 من القانون تتحدث عنه لا تنطبق أحكام الرغابة المسبقة على الشركة متفاهم أن لا تنطبق أحكام الرغابة المسبقة من ديوان المحاسبة ولكن ما لا أفهمه هو أن تقتصر مهمة ديوان المحاسبة فقط على تدقيق الحسابات من دون أن يكون له التدخل بأي صورة من صورة في تسيير أعمال الشركة أو التدخل في سياساتها هذا الأمر لن يكون مقبولاً ديوان المحاسبة جهة رقابية تمثل مجلس الأمة ويجب أن يكون لها دور في مراقبة هذه الأعمال النقطة الأخيرة والمهمة أنا أتفهم أن هذه الشركة ليست من القطاعات التي ينطبق عليها قانون التخصيص في مادة أربعة التي تمنع التخصيص لبعض القطاعات ولكن أطلب من الأخوان إضافة الإشارة إلى قانون التخصيص في الديباجة حتى في المستقبل أن لا يكون هناك تجاوز لهذا الأمر